قلت جا في بالك وقلت هل في مواقع تبيع أعضاء أو تبيع موتة أو حتى عندهم معلومات صعبة نلقاها احنا ما جا في بالنا وعشان كذا سوينا لكم مجموعة مواقع غريبة وفيه أشياء يمكن عامة الناس ما يعرفونها كل اللي عليك تسويه عزيزي المشاهد انك تتابع وتستمتع ولكن قبل نبدأ هالفيديو سؤال اليوم اتمنى تشارك بالكومنت عزيزي المشاهد لو كان عندك الاستطاعة انك تخوف جميع سكان الأرض بنفس الوقت كيف راح تسويها اكتب لنا في الكومنت انا متحمس صراحة قراءة جاباتكم السلام عليكم وحياكم والله في برنامجكم ستة على ستة ورجعنا لكم بفيديو جديد واللي فيه راح نتعرف مع بعض على ست مواقع خنقول مخيفة لكن تدرون شلون خلون نتعرف عليهم ومعنى في المركز السادس كريبيباستا دوت كوم ما لا دخل بالباستا اللي ناكلها هذا سلم كالله موقع قصص روعب لأشخاص اكتبوها بأنفسهم ومواقف حصلت لهم سواء كذب وممكن صدق ما ندري واذا انت من اشخاص اللي يحبون القصص المرعبة اللي يكتبونها الناس راح تشوف مئات او خنقول الاف القصص اللي يكتبونها الناس في الموقع ومن اشهر القصص هناك واللي استخدموها المبرمجين وسووا لها لعبة وهي سلندرمان او على سبيل المثال في قصة على السريع كذا قرأتها وهي عن بنتين زودوا الموضوع حبتين واقتلوا لهم صديقتهم بتسع طعش طعنة وكان سببهم كتضحية للشيطان اللي موجود على الانترنت طبعا كانوا يزعمون بانه في شيطان كان مصدر الهام لهم ما اقول لله يخلف بس عزيز المشاهد موجود القائمة راح تزيد الحماس فيها شوي شوي بس كذا جلد انسان طائرات وناس تم اعدامهم خلونا نكمل ومعنا في المركز الخامس whiteanamel.com ترى اسمه ما لا دخل بالاسنان بحكم اسمه المينة البيضاء وايت انامل هو موقع للمغامرة وفيه اكشن اسلوب قديم اصوات داخل ملجأ ومسكون وفيه اصوات غريبة وكل صفحة في الموقع فيها الغاز وكل ما تتقدم فيه الغاز اصعب واصعب وكل جزء مخيف من القصة وانتحل الالغاز فيه ناس يصارخون بالقلفية واصوات مخيفة بالممرات واتوقع انه الهدف من الضغط وكمال المهام وانه يرجعون للماضي لما كانت اللعاب والالغاز كذا واللي حمسني اجربه ووقفت يعني بنفس الوقت انه فجأة هو احد يصرخ منت قاعد تحاول تحل لغز كمحاولة تشتيت انتباه ولكن خلونا نكمل للمركز الرابع افق ومعنا في المركز الرابع وبنتوبيا هذا سلمك الله قبل لنبدأ فيه وقبل للواحد يطفي كاميرات المراقبة اللي عنده في البيت يقولك انه في مكان ما وبطريقة ما فيه شخص دخل على الكام حقك وقاعد يطالع وجهك وتصرفاتك وداخل على كاميرات المراقبة حقك اللي في البيت ويتجسس عليك الموقع هذا فيه اكثر من 2156 كاميرا تبث لايف وهو في جميع انحاء العالم واللي تقدر انت عزيز المشاهد تروح تشيك ممكن احد يسأل طيب وين المشكلة وش ما في شي خوف بما انك سألت موقع وبنتوبيا سلمك الله ما يملك ولا واحدة من هالكاميرات اللي ينشوفها والبثوث اللي ينشوفها للأسف كلها مملوكة من اشخاص عاديين زي وزيك واضافة على ذلك بعض البثوث تكون داخل بيوت ناس انتقدوا الموقع بحكم انه قاعد يبث للعالم خصوصيات الناس وانه مهكرين الكاميرات ومش عارف ايه ولكن وبنتوبيا قالوا لمعلوميتكم سرى هالكامات هذه كلها ولا مرة ترى تعرضت للاختراق وهي معنى في المركز الثالث تي دي سي جي تكساس دوت جو وهو عبارة عن موقع من حكومة تكساس للمحكوم عليهم بالاعدام واخر كلماتهم قبل الاعدام وهالموقع فعلا يعيش كالاجواء ومقلق نوعا ما وفي كمية من المعلومات عن اللي تم اعدامهم على سبيل المثال العرق المكان التاريخ والعمر واسم الرابط للملفات الاساسية ولو في بالك اسم مجرم كذا يمكن تدور عليه وتحصله هناك لكن انا اللي حيرني هو هل من السهل واضع معلومات مثل اخر كلمة قالها قبل يعدم عليه والكل يطالعها وايزي بيزي ما احد عنده مشكلة توقعي انا صراحة بانه المفروض انها ما تطلع صراحة وهي معنى في المركز الثاني human leather dot com اي نعم موقع مخصص لبيع جلد الانسان اذا بتتوقع عزيزي المشاهد انه الموقع هذا بالخطأ انشئ او مجرد مشروع تخرج سواحد الطلاب فانا اقدر اقول لك انك غلطان هذا الموقع فعلي وموجود بكل شفافية يقدم خدماته للناس باخذ جلد الناس الميتين وتحويله الى جلد يتم استخدامه بالشكل اللي انت بغاق سواء محفظة حزام او حتى جزا معزكم الله يعني هاك اني سمعت واحد قال محفظة فلوس من جلد بشري فكرة كويسة خانا اقول لك هالفكرة اللي اجاد في بالك انك بتسوي محفظة من جلد انسان راح تكلفك 14 الف دولار بس ليش هالتكلفة اتضح انه جلد البشر مو من السهل الحصول عليه ليش؟ لانه اغلب سكان الار نعرف كيف يتعاملهم مع الموتر على سبيل المثال البعض يحرق والبعض يدفن ومعنى في المركز الاول اللي كل متحمس له وانا اكثر واحد دخلت الموقع وشيكت عليه وهو planecrashinfo.com وهالشي يمكن يدخلك اجواء الطائرة اذا كنت صاحب مخيلة قوية وترى هالموقع مول اصحاب القلوب الضعيفة يعني انت قلبك ضعيف خليك على جنب لو سمحت وهو ترى موقع يتكلم عن حوادث الطائرات ولو رحت لاخر كلمات قالوها الطيارين بالموقع واللي يقصد فيها اخر كلمة سمعت من الطيار قبل الحاد صراحة مخيف الموضوع انه في تسجيل صوتي وانا بنفسي تحققت من الموقع شي عجيب رهيب انه كيف الموقع يظهر اخر رسائل الطيارين دقيقة وين راح صندوق الاسود كيف تسربت المعلومات منه وفي اعلى الصفحة يقول لك بالبنط العريض مكتوب ترى ممكن يسبب لك مشاكل سواء الصوتيات الموجودة او المعلومات اللي بالموقع وبكذا كان هذا ترتيبنا لست مواقع مخيفة لو تعرف مواقع ما ذكرناها اكتبها لنا تحت في الكومنت عشان الكل يستفيد منهم واشكر كل من شاهد هالفيديو للنهاية اتمنى انه كان خفيف ولطيف وممتع ومفيد واشكر ايضا تعليقاتكم الجميلة ولا تنسى قبل لا تسكر الفيديو تضغط زر اللايك والاشتراك وتفعل جرس التنبيه بحيث يوصلك جديدنا سلام